بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثالث عشر من الدرس الثاني بعنوان Drawing a curve of a given radius to attach two circles One outside and the other inside the radius سوف نشرح كيفية ترسم Drawing a curve of a given radius كيفية ترسم جوز عند كماطة راديوس بتاو نص القطر بتاو two touch two circles هيعمل تماس مع دايرتين One outside وحدة برة الدايرة and the other inside the radius مع الدايرة الثانية هيكون تماس داخلي هنا عندنا كماطة two circles هذه الدايرة الاولى ده المركز بتاعتها C1 ونص القطر بتاعتها R1 هناخذ مثال R1 تساوي عشرة مليمتر ودي الدايرة الثانية مركزها C2 ونص القطر بتاعتها R2 هناخذ R2 تساوي مثال 30 مليمتر وحنبحث على الجوز اللي هو هيعمل تماث داخلي مع الدايرة الاولى وتماس خارجي مع الدايرة الثانية اول حاجة هنعملها هنجيب الفرجار ونفتحه فتحة R نقص R1 الـ R بتمثل نص القطر بتاعتها التماس اللي عايزين نرسمه هناخذ مثال R2 تساوي 50 مليمتر يعني هنا هنفتح الفرجار 50 نقص R1 اللي هي 10 بتعطينا 40 مليمتر نركز في مركز C1 ونفتح 40 مليمتر ونرسم الجوز بتاعنا ده الخطوة الثانية هنروح للمركز C2 ونفتح الفرجار فتحة R زايد R2 الـ R50 الـ R2 30 يعني هنفتحه مقدار 80 مليمتر ونرسم الجوز بتاعنا وكده اتحصلنا على ايه على نقطة التقاطع اللي هي بتمثل المركز بتاع التماس اللي عايزين نرسمه باجي محتاجين نحدد نجاة التماس هنجيب المصطرة ونوصل بين النقطة C1 والنقطة C ونحدد نقطة التماس مع الدايرة الاولى دي نقطة التماس مع الدايرة الاولى بنفس الطريقة هنجيب المصطرة ونروح للدايرة الثانية ونوصل المركز C2 بالنقطة C وكده نتحصل على نقطة التماس الثانية لنقطة التماس الثانية بعدها بعد ما تحصلنا على المركز بتاع التماس ونقطة التماس مع الدايرة الاولى ونقطة التماس مع الدايرة الثانية هنعمل ايه؟ هنجيب الفرجار ونركز في المركز C ونفتحه فتحة مقدار R R هي نص القطر بتاع القوس اللي اخذناها هنا 50 ملي متر ونرسم التماس بتاعنا التماس بتاعنا هيكون تماس داخلي مع الدايرة الاولى وتماس خارجي مع الدايرة الثانية